يثير تزايد ظاهرة الإرهاب ضد مسلمي الغرب ومعادات الإسلام والعنصرية والهجمات على المساجد في الدول الغربية قلق المسلمين في أوروبا على مستقبلهم الذي يتعرض للتهديدات يومياً بطرق مختلفة على أيدي المتطرفين ممثلون لمنظمات المجتمع المدني الناشطة في أوروبا أكدوا تسجيل أكثر من سبعمائة هجوم على مساجد في ألمانيا فقط بين عامي 2014 و2020 فضلاً عن مئات الحوادث الأخرى في الدول الغربية مطالبين السلطات الأمنية هناك بالتحرك لوقف تلك الاعتداءات الرابطة الأوروبية الإسلامية قالت إن العنصريين في الدول الغربية بدأوا بتنظيم أنشطة مناهضة للمسلمين مما يساهم في اضطهادهم والحد من حرياتهم المدنية وحقوقهم الدينية الكيل بميزان الظلم جعل وقوع الهجمات الإرهابية ضد المسلمين في الدول الغربية غالباً تظل معلقة أو تقيد ضد مختل عقلياً أو توصف بأنها حالات فردية ولا يعطيها الإعلام العالمي أهمية تذكر بينما الحوادث التي تسجل لأي مهاجر أو مسلم فإن ضحاياها يحظون بتعاطف واسع نطاق وتغطية إعلامية مكثفة وتندرج ضمن أحداث الإرهاب الإسلامي وفق رواية خطاب الدول الغربية المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين أو المعتقد قال إن الإسلام فوبيا تبني هياكل خيالية حول المسلمين تستخدم لتبرير التمييز الذي ترعاه بعض الدول والعداء والعنف ضد المسلمين مع ما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة بالنسبة للتمتع بحقوق الإنسان بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد مراقبون أكدوا أن تزايد الهجمات الإرهابية ضد المسلمين والمهاجرين بشكل عام خلال السنوات الأخيرة مرتبط أساساً بصعود أحزاب اليمين المتطرف في مجموعة من الدول الغربية وهو نتيجة طبيعية لسنوات من الضخ الإعلامي القائم على الكراهية والشيطنة